الدكتور والصديق العزيز المحترم بكل ما تعنيه الكلمة الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة هو وزير للشباب والرياضة في مصر هو رقيب من قبل الدولة ومن قبل الحكومة المصرية في تخطيط ومراقبة الرياضة المصرية وكل ما يتعلق به فلما الدكتور أشرف صبحي شايف أن فيه أمر ما حواليه شكوك وأقويل عن ما لا تتقال هنا وهنا من حق الدكتور أشرف صبحي من حقه الكامل اللي هو يبعث لجنة واللي هو يتحقق من أمر معين عاوز يتحقق منه ما ندرش نقول لا بل إحنا نرحب بكده أنا بتكلم فيما يتعلق بقى بمباراة مصر وبالجيكة اللي أقيمت في الكويت لأن للأسف الشديد واحد من إخواننا الله يدي له الصحة اللي بره مصر وعاوز يعمل فتنة في البلد ويشعل الفتنة في البلد تناول هذا الأمر بشيء غريب جدا وكأنه يعني ملم بكل صغيرة وكبيرة وبكل التفاصيل وللأسف الشديد بعض الزملاء وما زلت منصر أنهما زملاء مشوا وراه وتكلموا في هذا الأمر في مباراة مصر وبالجيكة والتعاقد اللي أبرموا لاتحاد المصري مع الشركة اللي نظمت هذه المباراة وقالوا إن احنا كاتحاد مصر كرة القدم فرّت في حقوق مصر وفي حقوق المنتخب المصري وأن المنتخب البلجيكي تقاضى قيمة أعلى من المنتخب المصري وإن فيه أمور كتيرة جدا استفادوا من أول بعض ده قاعد للأسف الشديد ما أنا بقول لك بقى هو المتسولين اللي مش عارفيه وما زلت بصامة بقول بعض الزملاء إن احنا نختلف ولكن بتجمعنا في الأول وفي الآخر صداقة في يوم من الأيام أنا حقول لحضراتكم بشيء من الاختصار الشديد جدا عشان تكونوا موجودين معا المنتخب المصري من سنة 2010 لسنة 2022 لعب مباريات مع منتخبات عالمية وإفريقية لم يتقاضى المنتخب المصري فيها مليم واحد 12 سنة وده أنا ما بشككش في المجالس السابقة كلهم أصدقاء محترمين ولا أشكك في زمامهم مليم لكن الإمكانيات كانوا يشغلين على كده بشككش أبدا ناس محترمة لكن كانت المباريات لم نتقاضىش فاهمة لي تاخدوا الأكبر من كده أقول لحضراتكم الأكبر من كده سنة 2018 سعدنا الكاس العالم لما حضرتك بتسعد لكاس العالم كمنتخب قيمتك التسويقية بتزيد لانت سعد كاس العالم ومعانا النجم الكبير محمد صلاح وحتلعب في كاس العالم فروسي يبقى المفترض أي مباراة تجربية بعملها باخد فيها مقابل مادي لأ احنا بقى لعبنا في 2018 مع منتخبات البرتغال واليونان وبلجيكا تلت منتخبات أهمت في البداية ولم تحصل مصر على مليم واحد من التلت مباراة لا سيدي مش مشكلة انت حبيت تعمل مباراة تجربية دي لا خد بقى اللي جاية تلعبت تلت مباراة دون الشركة الرعية دفعت ربعمائة ألف جنيه تحملهم لاتحاد ربعمائة ألف يورو عفوا ربعمائة ألف يورو تحملهم لاتحاد المصر لكرة القادم تمام؟ يعني ما خدناش جحنا اللي دفعنا وانت فين في كاس العالم ومعاك محمد صلاح بقيمته التسويقية وبقيمة منتخب مصر وفي كاس العالم حضرتك اللي دفعت أربعمائة ألف يورو عشان تلعب تلت مباراة حضرتك جبت منتخب ليبيريا في نوفمبر 2019 تلعبوا هنا في برج العرب احنا في الفترة اللي فاتت جبنا آه ليبيريا وجبنا منتخب تاني كان اعتقد النيجر في شهر اللي فات آه لاتحاد المصر تحمل التكلفة بتاعتهم واستضافتهم ان انت اللي محتاج تجيبهم هنا بس انا بتكلم عن فترة انت موجود فيها في كاس العالم في كاس العالم لما جبنا ليبيريا في 2019 تحملنا تذكر الطيران والإقامة ومصروف الجيب لمنتخب ليبيريا 5000 دولار ده وانت بتلعب او ريح تلعب كاس العالم تمام؟ جبت في شهر اكتوبر 2019 منتخب بتسوانة الاتحاد المصري تحمل تذاكر السفر والإقامة للفريق الضيف بالإضافة إلى تذاكر السفر داخل جنوب أفريقيا ترانزين دفعتها كمان ده وانت ريح تلعب كاس العالم يلي عملين تتكلمه وتقوله ان المجلس الحالي فرط في حقوق منتخب مصر وانا مرة تانية بقول انا لا اتحدث عن المجالس السابقة ممكن الظروف في التوقيت ده هي اللي دعت لكذا ممكن الظروف مفيش فلوس والمنتخبات انت اللي تدفع فعاوز يعد منتخبك اكبر على كذا عشان بس محدش يقول اللي انا بشكك في من سبق في مجالس سواء كل التقدير وكل الاحتراب ممكن الظروف ساعتها يلي ساقط الأمور داخل المجالس لكذا لكن حضرتك انت جيت في التوقيت الحاضر رحت لعبت مباراة مع منتخب كوريا الجنوبية اللي صعد كاسي العالم شركة منظمة خدت في المباراة دي مئة ألف دولار وتذاكر السفر من طيران كانت طيارة خاصة والإقامة والتنقلات داخل كوريا تمام؟ احسب بقى تذاكر الطيران قدي أو طيارة خاصة قدي وانتقالاتك وإقامتك ومئة ألف دولار هتلوم عاملين مبلغ وده كان لأول مرة من سنة 2010 يبقى في الحالة ده أقول شكرا للاتحاد المصري اللي بدأنا نسوأ منتخبنا مباراة بلجيكا قصتها ايه؟ احنا جينا كان في اتفاق ان احنا ممكن نعمل مباراة مع متخب الأرجنتين والأمور ماشية تمام تمام لكن الأرجنتين كانت اتفاقت على مباراة مع متخب الإمارات فجامعات مباراتنا حيتعارض مع ده مع لقاءها مع الإمارات اللي هو حصل وانتهى خمسة سفر من كاميون قبل كاس العالم في نفس التوقيت اللي احنا كنا بنلعب فيه مع بلجيكا فما كانش ينفع الأرجنتين تلعب المباراة اللي اتنين ففضلت الإمارات احنا دلوقتي هدفنا ان احنا في التقافات الدولية كمجل صدارة واجندة دولية نلعب مباراة مع منتخبات قوية وده فكر مستر فيتوريا داخل الجهاز الفن المنتخب مصر ومعه الوسيس جمال علام كابتن حزم إمام المشرف على المنتخب الراجل مصمم اللي احنا لازم نقابل منتخبات قوية ومنتخبات عالمية عشان يبقى عندنا القوة لما بنقابل أي منتخب في العالم